ازايكم يا بنات عمين ايه ربكم لكم تكونوا بخير حقيقي وحشتوني جدا جدا وحشتني كلامكم وحشتني تعليقاتكم وشكرا لكل الناس اللي سألت علي وشكرا لكل الناس اللي علاقتني اللي بكلمتني وحقيقا عايز اتكلم معاكم في موضوعه عايز اتكلم معاكم في حاجات حصادتي الفترة اللي فاتت وفي الاسكين كير وفعلا يعني نفعتني جدا كلنا بيجي علينا وقت كده عارفين لما بيمر عندنا اوقات صعبة امش معانا فلوس فلوس الشهرة خلصت بترقى محتاجة منتجات عناية ترقى محتاجة حاجات مهمة للعناية الشخصية وفجأة بتلاقي نفسك كده تحسن الفقير اكده اخر الشهر وتبقى الدنيا مش منثبطة بسبب بقى يعني ميزانية بسبب اكل غالي بسبب بردك مش مكفي بسبب حاجات كثيرة جدا فده لما بيحصل معي او مع حد غيري الواحد بقى عارفين انتو الحاجة بيقولوا المسأل ده يطبق عليها في الوقت ده اللي هو الحاجة ام الاختراع انت بحتاجة حاجة فهتخترعيها لو هي مش موجودة باي شكل باي تمن باي حاجة خلص المهم ان انا في حكذا حاجات خلصت من عندي اولهم غسول المناطق الحسة خلص من عندي بقالوا كتير وعلى فكرة انا دلت بقالي خمس شهور او اربع شهور مش بستخدم غسول المناطق الحسة خلص فضل الله ما فيش اي حاجة ما فيش اي مشاكل عندي بسبب عدم استخدامه وده حصلت ده بقى تخيلوا الموضوع يا جماعة جاء صدفة انه خلص وان انا ما قلتش اجيب تاني لزروف كتير وكل ما هي جيب امعي بفلوس اقول لا مش عايز اجيبه دلوقتي مش محتاجة مش محتاجة مش محتاجة اشوف بدائل طبيعية واستخدامها وفعلا بتجيب معي نتيجة كويسة مش عملي مشاكل مش محاسساني ان الموضوع صعب علي ان انا مش عندي جسول المنطقة الحساسة زي مثلا سابون الجرسلين زي مثلا المنقوع ده حاجات زي كده وطبعا المشروبات ده في ان انا بشرب مشروبات ده كويس فده كله بيخليش عندي مشاكل في المنطقة الحساسة بسبب كده فبصراحة حاسيت انه وفعلا في حاجات بتبقى ملهاش لازمة طول الوقت يعني ممكن تجيبها عشان مسارة عندك التهبات معينة عشان عندك حاجات معينة لكن في العموم لا تحسني مش محتاجات كتير وده اللي انا حاسيته وحاسيت ان انا فعلا ده من المنتجات اللي انا اقدر استغنى عنها بكفاءة واستغنى عنها وقدر اشوف لها بدايل واستغنى عنها ومش هتضرني فده من المنتجات اللي هي فعلا يعني اتفجأت ان انا بقيت قاعدة كل شهور دي من جير استغدام اي منتجات من المنتجات دي ولسه مش محتاجة او مش محتاجة اني استغدامه فبرضو حبيتنا ان اتكلم معاكم في حاجات جاي كبه تاني منتج وهو غسول البشرة فعلا خلص من عندي وكنت عايز اشتري غسول تاني اه نوع تاني يعني مش النوع ده وقعت ادغر عليه ملقتلوش فبرضو نسيت استغدامه وبرضو استبدلته بصابونت الجريسلين واستبدلته بمنتج تانية كلمتكم عنه في سنسلة تركاية في دقيقة اللي هي نازلت فيها الول المحلول الملحي الحرفية ان يا جماعة المحلول الملحي حللي مشاكل كتيرة جدا 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 عندي مشاكل فشعري عندي حبوب في شعري عندي التهابات في فروة راسي باشرة كل حاجات دي باستخدمه اه مثلا عايز اعقم جرح باستخدمه عايز اه اخسل بشريتي كويس وحاس كده عارفين لما تبقوا عرقانين جامي طالعين من الحر ودخلت اختلا واشتكم تحيصون كده واشتكم تخشتنا من كتر حبوب صغيرة تطلع فيها بسبب الحر هو ده اللي خلصني من كل ده اقسم بالله حاجة سحرية وبرخص كده انا كنت جاي برخص او كنت جاي بسعر عابين بسم الشفاكرة بكام وكنت جاي بها بسبب زين ابني عشان تعبين يعني بيجلز وكامه كده كنت انا بشفوته بالسرنجة وببدأ ان انا اسلكله منخيره فلاقا كنت جاي بسبب ده بس ان الله اكبر كبر فبقت استخدمني الحاجات التانية فهو اللي لسه عندي بس انا كل ما جاي استخدمه او راح بحط كده شوية على ايدي وروح شوية حط كده على بشريتي حط على حبات العالي حطه على مسلا حامونية صلالي في المنطقة الشرولدر دي فاهمين قصدي بقت استخدمه بحاجات كتير قوي وفعلا حسسني ان انا ممكن استخدام منتجات كتير بسببه من ضمنها غسول البشرة الدهنية اللي هو انا بسم الله ما شاء الله بقالي ثلاث شهور مفيش غسول البشرة معايا وقاديكم شايفين او في بعض الحبوب لان انا اوقات بنسى ان انا احط استخدمه بس بستخدم مراطب على طول وبستخدم كمان سابنتي بجرسلين فصدقون يا جماعة في حاجات كتيرة جدا ممكن تستخدموا عنها عندكم في البيت وتستبدلوها بحاجات ارخص وتستبدلوها بحاجات اقتصادية وتستبدلوها بحاجات اللي هو من باب التغيير من باب ان انت تغيري من باب ان انت مش معاك الفلوس ما تحسلش نفسك ان انت فقير او انت مش عارفة تشتري حاجة انت ممكن تشتري اللي ناس بك او ممكن تستخدمي اللي ناس بك اللي موجود معاك في البيت من غير ما تحسي انه في تقشف عليك او كده تمام طيب بالنسبة للسكرابينج الخلص او الشاور خلص وما بقتش معايا شاور استخدم بايه بدل الشاور برضو سابنتي جرسلين دي اساسي معانا جماعة من اول الفيديو دي اساسي معانا فالشاور خلاص خلاص جرسلين لاني فعلا بحيس ان الشاور بيحاسس لبشرتي اي نوع بسبب الحر الشديد اللي بيبقى في الشقة هنا وبيبقى في الجو عموما برا فقررت ان انا جيل سابنتي جرسلين ويستخدمها دوما وحقيقي بتفاجئني دايما الدقيقة اللي طيفة على البشرة قد ايه هي رخيصة مشخالية قد ايه هي بتبنع عني مشاكل كتير اللي هي علاقة بالبشرة الجسم بشرة الوجه وبشرة اي بشرة في جسمنا او اي نوع من انواع البشرة اللي موجود في البيت عموما يعني زوجي بشرت وغير بشرتي ابني لناس القصة فايزا بنتم تجلسلين كتير تستخدمين لناس كلها يعني فبرضو استخدمتها وبرضو اا بعد ما استخدمتها اا يعني حاساتني في فق كبير صراحة مبقاش بقى ايه في حكة كتير مبقاش في حامونيل مبقاش في الحاجات دي كلها طيب ايه تاني استخدمت بسبب مكان انا استبدلت واستبدت الليفة بشرة كمان في السيف بحاجتين هي سبونت الجرسين اول حاجة والحاجة التانية للسكرابينج الطبيعي اول سكرابينج العاديين تمام فالسكرابينج الطبيعي دوت انا كان عندي نواعات بلح كانتكم عن مدودة قبل كده بس من فترة طويلة عندي نواعات بلح اا تحنتها كويس يعني اا اول حاجة عمالتاعة بتجاز اا سخرتها كويس بكادر تتحنوها حقاولت اطحونها كويس اوي على قد مقدر طلقت منها عي ناعم وطلقت منها خشل فالناعم استضمته كقهوة والخشل استخدمته كسكراب وفعلا يا جماعة خطير بجد اي نوع من انواع الزيت الموجودة عندك في البيت زيت جوز الهين زيت الججوبة زيتون اي نوع زيت ممكن كمان زيت الناعمال لو انت عايز تحسي كده بجيبه بجيب كل الحاجات دي بخلطهم كويس اوه بمعباد مجرد الجسمي حلوة واوي رحية الاهو تبقى حلوة واوي في الجسم و تبقى رحية حلوة واوي في الحمام و تخلط انت اخذت فوية عظيمة و فعلا يا جماعة محصول اي مشكلة من عدم استخدامي للشاور لمدة طويلة رابع حاجة واللي خالص هنختب بها الفيديو هي قشة الشعر اللي فعلا كنت كلما اروح اشتري الشامبو احس ان لا انا كام ام مثلا بخمسين جنيه او بكام شعرتها لا انا هجيب حاجة مثلا من البيت انا هجيب حاجة لثين انا هجيب حاجة احنا محتاجينها وبلاش هجيب لي شامبو دلوقتي. لحد ما الموضوع بتاع الشعور يتفاقم جدا ومشكلة كبرت معايا قوي وانا كنت متضغضة عنها الصراحة. فكارات ان انا استخدم الحاجات الطبيعية. ايه الحاجات الطبيعية? هم من اي مسلا عطار. وخل الطفاح او اللمون لو انت معنى شخل الطفاح يبقى لامون. بحط مثلا معلقات كاربوناتو على معلقتين من اللمون عصير اللمون وبحطهم وزودهم مية وببدل ان انا اشطف فروة راسك كويس اوي. تحس بنتعاش كبير اوي فروة راسك. لو انت كمان ضفتي نقطتين ثلاثة اربعة من زيت النعناع بيبقى يا جماعة خطير للشعر. بتحس ان فروة راسك بتتنفس. القشرة بتمشي بشعرة بيتول بعدها. شعرة بيبقى صحي. شعرة تبقى ناعم. لانه بيتغز بقى ببدأ ان هو القشرة دي تبقى طبقة كده بتقطع الفروة للراس. فبتمنع بتمنع اصلا اه يعني دخول الغزة للشعر. فانت بقى لو ما تنضافي كل القشرة دي او تضافي كل الطبقة الوحشة دي. شعرة كله دي طبعا هيستفاد بالحاجات الطبعية تبقى طالعة من جسمك على شعرك. فاستخدموا الحاجات دي بجد بجد اه بدائل الخطيرة. واستغناءات كده فطيعة. وفعلا ان دي هتستغني على كل ده اه بحاجات موجودة عندك في البيت او بحاجات ارخف او بحاجات متغيرة نوعا ما. فان هو يعني نشوف بدائل عشان نقدر ان احنا نعيش في زل الغلى. اللي بقى نحيط لنا في كل مكان ودي تبقى حاجات جد سعبة جدا. وبس كده في كده حلوين شوفكم ان شاء الله فيديو بديد على خير. ويا رب استبدأت بالفيديو وشوفت استقناقات لاربع منتجات. وفعلا الحاجات دي انا جربتها وتجربة شخصية عميقة. فا اتمنى ان اتعجبكم. واتمنى انت رو ما تجربوها تفيدكم. شوفت ما بخير. فانا منكم كل القومنز وكل اللايقات وكل اشتراكات للقناة. باي باي.